نرحب بضيفنا من بيروت العميد علي أبي رعد الخابير العسكري والاستراتيجي أهلا بحاضرتك سيادة العميد هل هناك سقف سيادة العميد لدعم إيران لحزب الله وهو يواجه إسرائيل؟ مساء الخير سيدي لك وللمشاهدين الكرام سيد الكريم التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني في الأمم المتحدة ووزير خارجيته أوضحا بدون شك وبدون لبس أنهما لن يترك حزب الله وحيدا وهما لا يقبل أن يستفرد حزب الله في لبنان وأن يتعرب الإسرائيلي للبنان بهذه الهمجية التي تحصل حزب الله حاليا هو منظمة قادرة ولديه القدرة الكاملة على إدارة المعركة دون حاجة من أحد صحيح أن إيران دعمته وتدعم كافة محاور المقاومة وهذا معروف على الصعيد الإقليمي والعالمي لكنه ليس بحاجة لها لأنه أصبحت لديه أعتقد الكفاية والكفاءة اللازمة للإكمال وحتى لإنتاج وتطوير أسلحته التي يمتلكها وهو امتلك خبرات كبيرة تراكمية مع مرور الزمن بدءا من الحرب التي شنت بسوريا إلى الحرب القديمة في عام 2006 لذا أن الدعم الإيراني سيكون أقله دبلوماسيا لأن محور المقاومة بوصولا لإيران هو محور متكامل سياسيا وإديولوجيا وفكريا لكن ما يجري حاليا في لبنان والتعرض الذي يتعرض له الشعب اللبناني لا أقول حزب الله لأن المعركة أصبحت اليوم معركة ضد لبنان وليست معركة ضد فئة واحدة التهجير الذي حصل الإجرام الذي حصل خلال 24 ساعة بل أقل من 24 ساعة فوق 600 شهيد وفوق 3000 جريح تهجير حوالي 50 إلى 60 ألف نسمة هذا ما يسعى إليه الإسرائيلي بأن يجعل هذه البوفر زون الذي تكلم عنها مقابل المنطقة التي هو أخلاها بدءا من 8 أكتوبر والتي يعتبر أن حزب الله هو المسبب لها لكن إذا عدنا للأسباب الحقيقية نرى أنه في 11 أكتوبر عندما خرج جالنت بانجتماع رئاسة الوزارة الحكومة الإسرائيلية وصرح أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قيام حملة عسكرية ضد لبنان حينها لم يكن باستطاعته وحصل خلاف بينه وبين نتنياهو على هذا الموضوع لأن الموضوع كان أن نتنياهو يريد إنهاء موضوع غزة وقضاء على المقاومة بغزة وتشريط حماس ومسح غزة ونسيانها كليا وبعدها ينتقل إلى الجبهة الشمالية لكن بعد أن أدت مقاومة حزب الله وجبهة الإسناد التي فتحها في شمال فلسطين دعما لغزة أدت إلى شلل اقتصادي وضغط سياسي واجتماعي على الحكومة الإسرائيلية والخلافات التي حصلت في الداخل هربا من عدم تحقيقه لأي هدف نادى به هو نادى بعودة الأسرة بقضاء على حماس وهما هدفان استراتيجيان برأيه لم يحقق أي منهما بعد 11 شهر بل ارتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ فوق 45 ألف شهيد وفوق 100 ألف جريح عندها ارتأى أن ينتقل إلى منطقة الشمال ليضع غزة في حالة نسيان وهو لا زال لليوم ينفذ مجازر في غزة طيب باللغة العسكرية سيادة العميد ربما حزب الله يتحسب كثيرا لسلاح الجو الإسرائيلي يعني ما نفهمه أن حزب الله يتمنى أن يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اشتياح بري هو أعد التجهيزات الدفاعية نعلم بالعسكريات أن الهجوم عادة أصعب بمراحل عديدة من فكهة الدفاع طيب إنما ما زال حزب الله يخشى كثيرا يتحسب كثيرا لسلاح الجو الإسرائيلي بالنسبة لإسرائيل مما تتحسب وهو موجود لدى حزب الله نعم سيدي سؤال جيد جدا سيدي الكريم نحن نعلم وكل العالم تعلم إسرائيل دول جيش لديها جيش قوي يمتلك تقنيات عالية جدا ومقدرات يعتبر من الأول عشر جيوش في العالم الزراع الأساسية في العمل العسكري لديه هو سلاح الجو هي تمتلك حوالي 500 طائرة مقاتلة وكل حروبه كان يتكل ويعتمد على الطيران الحربي ليبدأ به الحرب بنظرية الصدم والترويع وهذا ما حصل حتى حاليا في بدء من 24 ساعة تصور خلال يوم واحد يقوم بـ 1500 ضربة جوية تخيل حجم هذا الصدم الذي يستعمله لكنه صرح عدة مرات وأصبح له حوالي ثت أشهر وسبع أشهر هو نتنياه ووزير دفاعه وجنرالات لديه يلوحون بالحرب البرية حشد في منطقة الشمالية هو أساسا موجود هناك أربع فرق عسكرية دعمها بفرقة هي الفرقة 98 بعد أن جعلها أسطورة وقال عنها الكثير في الأعلام وغير الأعلام ودعمها أيضا بفرقة ثانية أنشأها من قوى الاحتياط الجيش البري لديه يعاني من مشكلة في العديد تلقى صدمات كثيرة الجيش الإسرائيلي لا يعترف بقتله ولا يعترف بعددهم ويقول أساسا يمنع منعا باتا نشر أي شيء له علاقة له علاقة بالضحايا أو بالقتل لديه أو حتى بالخسائر ورأينا حاليا بالمعركة التي تجري في شمال فلسطين وفي جنوب لبنان أنه يمنع منعا باتا وأنتم إذا قناتهم محترمة تعانون ما تعانون لنقل الخبر يمنع منعا باتا أي إلمان بأي خبر أو أي حدث أمني يحصل لأنه كله يخضع للرقيب العسكري من هنا لديه مشكلات في الجيش البري لديه عنده نقص في العديد حتى أنه اضطر إلى أن يزيد عدد أيام الخدمة للعناصر التي في الاحتياط خاصة على صعيد الضباط كان سن التقاعد هو 41 سنة رفعه إلى 45 والعسكريين على مستوى العسكريين زاد للخدمة يعني أضاف لخدمة الموجودين حاليا ثلاثة أشهر يعاني من نقص في آلياته أعطيك مثل صغير الفرقة 146 التي هي موجودة حاليا في شمال فلسطين والتي كانت موجودة في غزة نصف آلياتها تعرضت للإصابة إما كليا إما جزئيا بموضوع التحرك البري له ذكرى سيئة منذ عام 2006 حين تعرض للهزيمة بحرب التنموذ لـ 2006 لذا كان أمام خيارين ولازال أمامه هدان الخياران إما القصف الجوي والحملة الجوية مترافقة مع عمليات اختيال كما حصل الليلة في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية وكما حصل أول البارحة أيضا عندما حاول اغتيال قائد آخر في حزب الله هو علي الحج علي كاركي وفشلت المحاولة يتكل على القصف الجوي والترويع لم يضع منطقة في لبنان لم يتعرض لها وهو يقول أنه ضرب 1600 هدف لحزب الله سيدي إذا رأيت أسماء الشهداء والضحايا التي تسقط كلهم أبرياء مدنيين أطفال نساء حتى أنا شخصيا أنا شخصيا خسرت زميل لي متقاعد مع عائلته امرأته وثلاث نساء أشكر وثلاث فتيات هل هؤلاء كانوا يحملون أو هم في مراكز عسكرية هو نعم